ثاني شهر في 2020 فبراير راح يبدأ ونجبنا لكم أبرز الألعاب اللي راح تنزل فيه زومبي آرمي 4 Dead War أفواج الزومبي رجعت من جديد وصدار جيد من سلسلة ألعاب الزومبي آرمي مع خيار اللعب التعاوني حتى أربع لاعبين متنوعي المهارة والأسلحة عشان تتغلب على أفواج الزومبي الضخمة والمتنوعة في مراحل القص المختلفة باستخدام مهارات وأفخاخ وعتاد خاص بكل شخصية اللعبة راح تنزل في الرابع من فبراير على كل مجلسة بلاي سيشن 4 والإكس بوكس وون والبي سي Darksiders Genesis إصدار جيد من سلسلة Darksiders هذه المرة بأسلوب لعب مختلف مع منظور علوي ولعب تعاوني للاعبين في طور القصة لكن أيضا يقدم قصة مهمة للسلسلة وهي قصة شخصيتي سترايف ووار هذا العالم الموحش مع عديد من العداء والألغاز المعتادة في السلسلة اللعبة راح تصدر على جهاز بلاي سيشن 4 والإس بوكس وون والسويتش دريمز لعبة بلاي سيشن 4 حصرية منتظرة مقبل الكثيرين بحيث ما فيها أي حد للإبداع اللي تقدر تسوي فيه ولا التصميم اللي تقدر تسوي فيه وبتسخدام أدوات بسيطة تقدر تتجول في عوالم لا نهائية ومئات الألاف من الألعاب صناعة الثانين وتقدر أيضا تخذ في مغامرة صناعة المطورين بنفسهم تجربة ما حد يقدر يصنحها في أي لعبة ثانية اللعبة راح تجي على جهاز بلاي سيشن 4 حصريا في 14 فبراير لعبة بايونتو وفانكوش سيكا تقدم لنا حزم مميزة تضم لعبتين بايونتو وفانكوش بنسخة الري ماسر بمناسبة مرور عشر سنوات على أصدار اللعبتين واللي راح يقدم لنا اللعبتين بدقة وضوح 4K و60 إطار في الثانية وتقدم تجربة مميزة لجميع اللعبة قادمة لإكس بوكس 1 والباسيشن 4 في الثامن عشر من فبراير لعبة قتلية شخصيات مسلسل أنمي الشهير وان بانش مان ومتخصي في هذا المجال وهم بان داينامكو مع تقديم عديد من الشخصيات في العمل مع ضربات مميزة ومثلات بصرية مختلفة اللعبة تقدم أيضا المعارك ثلاثة بثلاثة اللعبة قادمة في تاريخ 28 فبراير على باي سيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي وهذا كانت أبرز للعاب اللي راح تنزل في شهر فبراير قلونا إشي العجبكم وإذا انت في علعاب ثاني أيضا ما ذكرناها اكتبوا تحت في الكومنت وإشي العاب راح تشترونها أيضا كاما كفانتا شيحا يغطيكم العافية ومع السلامة